صحة وسعادة صحة من الله وبركاته صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح ملؤه الإنجاز والتفاؤل فحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي مثل ما عودناكم مستمعين أن هذا البرنامج يعني هو عبارة عن نافذة مفتوحة تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي للتواصل معكم للاطلاع على الأمور التي تخصكم حقيقة في مجال الصحة في إمارة دبي وعن المنشآت الخاصة بهية الصحة بدبي إذن فالبرنامج عبارة عن ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فهذه أحلى تحية مني محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج للسادة عيسى سبيل ومن طاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال للمؤسسين مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نحن نتطرق لبعض الأخبار الخاصة بالصحف سواء كانت وكالات الأنباء أو الصحف المحلية اليوم الصحف تطالعنا حقيقة بمنشت جميل جدا منشت مهم جدا تتحدث فيه عن استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في إعادة تجديد الخلايا والأعضاء حيث ذكر أنطوني عطلة طباعة الأعضاء تساعد مرضى التشوهات فتفاصيل الخبر يقول أكد مدير معهد الطب التجديدي في كلية طب ويك فورست الدكتور أنطوني عطلة في جلسة تحت عنوان ماذا بعد طباعة الأعضاء البشرية هذه الجلسة كانت خلال القمة العالمية للحكومات حيث قال أن تقنية طباعة الأعضاء البشرية لمرضى الحوادث أو المرضى الذين ولدوا بتشوهات خلقية وإعادة تكوينها لهم دون الحاجة إلى انتظار أعضاء بديلة قد يفشل الجسم في تقبلها أثناء الجراحة وأضاف الدكتور عطلة خلال الجلسة أن هذه الأعضاء يمكن طباعتها واستخدامها في التجارب على الأدوية ومعرفة الأعراض الجانبية بسهولة وسرعة من خلال طباعتها باستخدام طابعات وماسحات ضوئية للجسم وأوضح أن تقنية زراعة الأعضاء البشرية تغيرت على مدى السنوات التي تلت العملية الأولى في عام 1954 فقد تطور الطب ودخلت عوامل جديدة في إعادة إحياء الأعضاء وتجديدها باستخدام تقنية رش الخلايا على الجلد في إعادة تجديده واستخدام تقنيات إعادة بناء الأعضاء من خلال الإنسان نفسه أو كما حدث أخيرا في استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تجديد أعضاء الجسم حقيقة كانت جلسة مميزة فيها الكثير من المواضيع التي ركزت على طباعة الأعضاء التي ستسهم في اختبار الأدوية التي تستغرق من 14 إلى 15 عاما قبل أن تدخل الأسواق من جهة أخرى خبر آخر يقول صحة دبي تستحدث خدمة نوعية للمصابين بعمل ألوان وتشير التفاصيل أن هيئة الصحة بدبي قد فاجأت رواد معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 بإضافة خدمة نوعية جديدة خصصتها الهيئة للمصابين بمرض عمل ألوان حيث أتاحت الهيئة لهذه الفئة من الجمهور خدمة تصفح موقعها الإلكتروني بكل سهولة من دون عناء وذلك بمجرد كبسة زر على أيقونة خاصة في الموقع تتحول معها الألوان إلى اللونين الأبيض والأسود ما يساعد المصابين بهذا المرض على التنقل ما بين الصفحات الموقع والاستفادة من محتوى الخدمي بكل يسر وسهولة ومستمعين يتسبب مرض عمل ألوان لدى المصابين به في عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان أو كلها والتي يمكن أن يميزها الآخرون هو مرض وراثي في غالب الأحيان لكن من الممكن أن يحدث بسبب خلل في العين أو العصب البصري أو الدماغ أو بسبب التعرض لبعض المواد الكيموية تأتي هذه الخدمة حقيقة هذه الخدمة الذكية الجديدة التي أضافتها الهيئة للمصابين بعمل ألوان ضمن سلسلة من الخدمات والتطبيقات المبتكرة التي تتبنى هيئة الصحة في دبي تنفيذها والتي تستهدف التسهيل على جمهور العاملين وخاصة ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات الطبية الراقية بطريقة تتناسب وظروف المرضى وظروف هذه الإعاقة عموما مثل ما عودناكم خلال الفترة الماضية يعني خلال يومين اللي طافوا مع انطلاقة هذا المعرض معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 نحن نطرح عليكم سؤال يومي تقدم هيئة الصحة في دبي ألف درهم للفائز بهذه المسابقة سؤالنا سؤال الحلقة اليوم نحن عطيناكم الإجابة من خلال الأخبار اللي طرحنا لكن ما يطرح عليكم هذا السؤال يقول من ضمن الخدمات المستحدثة التي تعرضها هيئة الصحة في دبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 خدمة مميزة تقدمها إلى ذوي الإعاقة الحركية ذوي الإعاقة البصرية ذوي التوحد أو مرضى التوحد إذن يمكنكم رسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4006 أعيد عليكم السؤال مرة ثانية من ضمن الخدمات المستحدثة التي تعرضها هيئة صحة في دبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 خدمة مميزة تقدمها إلى ذوي الإعاقة الحركية أم ذوي الإعاقة البصرية أم مرضى التوحد طيب الآن يعني موضوع حلقتنا اليوم موضوع مميز جدا حيث يعني أنا اللي بتكلم عنه الحين من باب إنه هيئة الصحة في دبي نجحت في توفير أفضل سبل الوقاية والعلاج للعديد من الأمراض وخاصة الأمراض اللي يرتكز علاجها على برامج الإشعاع الطبي اللي طورتها الهيئة ووصلت بها إلى مراحل متقدمة على المستوى العالمي أنا بتعرف على هذه الإنجازات وبركز على هذا الموضوع من خلال ضيفتنا في الستوديو هي أحد الضيوف المميزين جدا فهي يعني حاصلة على العديد من الشهادات وحققت العديد من الإنجازات ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي فهي حاصل على شهادة من شهادة التقدير من وكالة دولية للطاقة الذرية وأيضا حاصل على وسام رئيس الدولة للبحث العلمي وجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية والعديد من الجوائز الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز سواء على الصعيد الفردي أو حتى على صعيد الفرق يعني هذه الإنجازات الكبيرة اللي حققتها الدكتورة جميلة سالم السويدي السشارية تطوير برامج الإشعاع الطبي في إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي ومنسقة المشاريع الوطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرة المشاريع العلمية للإشعاع في الطب بهيئة الصحة حياتي الله معانا الدكتورة مرحبتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دكتورة يعني الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم هو موضوع شيق حقيقة يعني أنا من خلال التحضيري لهذه الحلقة استمتعت بالمعلومات الجميلة اللي في هذا الموضوع لكن خلينا في البداية نتعرف منج الدكتورة عن العلاج ببرامج الإشعاع الطبي خلينا نأخذ تاريخ هذا العلاج متى نشأ وكيف نشأ وأيضا شو هي الاستخدامات الخاصة بهذا العلاج الله يسألك أخوة محمود في البداية يعني نحن نشكر أنكم خصصتوا مساحة إعلامية لهذا الموضوع الهام إذا تكلم عن موضوع الإشعاع في الطب فالإشعاع ينقسم لقسمين مهمين رئيسيين في الطب اللي هو التشخيص والعلاج فحضرتك تفضلت يعني بذكر العلاج نحن في هيئة صحة دبي نقدم العلاج بالإشعاع في مجال الطب النووي فإذا بنذكر نبذة عن الطب النووي علوم الطب النووي هي عبارة عن استخدامات المواد المشعة في التشخيص اللي هو عن طريق التصوير الطبي واستخدامها كذلك في العلاج طبعا في جانب آخر كبير من الإشعاع يستخدم في العلاج اللي هو استخدام المصادر المشعة خارج الجسم لعلاج الأورام السرطانية هذا موجود عندنا في الدولة وعندنا مراكز مميزة في الدولة كذلك تتعلق بالعلاج باستخدام المصادر المشعة خارج جسم المريض فيما نحن نتطرق إلى عندنا في مستشفى دبي في تخصص الطب النووي هو استخدام المصادر المشعة اللي تكون داخل جسم المريض بحيث أنه نحن نعطي الجرعة الإشعاعية يا تعطى على شكل سائل يشربها للمريض أو تعطى على شكل كبسولة نحن في مستشفى دبي نعطي على شكل كبسولة اللي هي كبسولة اليود المشعة اليود موجود في الطبيعة من ضمن الأكل يعني اللي هو اليود الطبيعي الغير مشع اللي هو يعطى رقم 127 كرقم للعدد الكتلي نعم اليود اللي نستخدمه في الطب وهو المشح يعطى رقم اليود المشح 131 هذا نعطيه لأمراض اللي هي مثل الأمراض السرطانية لعلاج القده الدرقية كذلك يعطى لعلاج الأورام الغير السرطانية طبعا من ناحية الأشاع نحن ننظر له الهدف الطبي الهدف الطبي في العلاج مثلا للأمراض السرطانية هو القضاء على الورم السرطاني كاملا فتعطى جرعات كبيرة العلاج اللي هو للغده الدرقية لتقليل نشاط الغده الدرقية اللي هي الأورام الغير خبيثة يعطى اليود المشح ولكن بجرعات أقل جميل فهنا عندنا كمية الأشاعية اللي تتحكم يعني أنا بركز أيضا دكتورة على موضوع العلاج بيود المشح وأيضا إذا أسعفنا الوقت ذلك ما أطرق لأنواع أخرى من العلاجات اللي هي الخاصة بالمعالجة الإشعاعية وتأثيراتها والسبل اللي موجودة فيه والسبل التي تستخدم فيها مثل هذه الأنماط من العلاج لكن سمحيني سمحيني بتوقف مع فاصل قصير ومن ثم بتواصل مع باقي فقرات حلقتنا وما نتعرف أكثر على هذا المجال عموما قبل الفاصل خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم السؤال يقول من ضمن الخدمات المستحدثة التي تعرضها هيئة الصحة في دبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 خدمة مميزة هي أو هل هي ذوي تقدمها لذوي الإعاقة الحركية أم لذوي الإعاقة البصرية أم لذوي التوحد وعموما نحن مثل ما عودناكم دائما مع كل فاصل من نقص خيار لكم فخلوكم على السمع وتقدرون ترسلون لان الإجابات على الرقم 4-006 فاصل وما نرجع لكم لا تروحون بعيد صحة وسعادة أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي حقيقة قبل الفاصل قد توقفنا للحديث عن موضوع شيق ومهم ولكن قبل لا أرجع للموضوع خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم اللي هو من ضمن الخدمات المستحدثة التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 خدمة مميزة تقدمها الهيئة إلى ذوي الإعاقة الحركية أم ذوي الإعاقة البصرية أم ذوي التوحد يمكنكم رسالة الإجابة على رقم 4006 طيب قبل الفاصل يعني توقفنا مع الدكتورة جميلة الشيخ استشارية تطوير جميلة السويدي عفوا استشارية تطوير برامج الإشعاع الطبي في إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي سامحني دكتورة دائما نخربط ما شاء الله عندنا أسماء وايد متماثلة تقريبا في الهيئة لكن كلكم فيكم الخير والبركة دكتورة نحن كنا توقفنا الحديث عن العلاج العلاج ببرامج الإشعاع الطبي واخذنا يعني نبذة تاريخية في هذا المجال يا ترى تزايد الطلب على العلاج بالطب النووي عالميا في الفترة الأخيرة شاهدنا هناك يعني تزايد على الطلب في هذا في هذه النماذج الخاصة بالعلاج يا ترى هل لك أن تحدثين عن مدى يعني مأمونية إن صح التعبير مأمونية وسلامة المعايير الدولية وأيضا إلى أين يتوجه هذا النوع من العلاج الله سلمك يعني هو مسمى الطب النووي قد يوحي بيعني تخوف صح لأن الناس تربط بين الطب النووي مع القنابل النووية يعني لكن في الحقيقة نحن في مجال الطب نستخدم مواد مشعة آمنة جدا وسليمة للاستخدام والتعامل معها فهي كميات قليلة وممكن التحكم فيها فالمواد المشعة اللي نستخدمها في مجال الطب في الطب النووي تحتوي على ثلاث أنواع من الإشاعات وكل هذه الإشاعات تعتبر إشاعات مؤينة كذلك الأشعة السينية اللي نستخدمها في التشخيط والتصوير تعتبر إشاع مؤين شو نقصد بالإشاع المؤين هو الإشاع اللي عنده طاقة بحيث أنه يغير من تركيب الذرة يضرد الإلكترون منها فتصبح الذرة غير مستقرة وتتضير من ناحية بيولوجية فالإشاعات اللي نستخدمها في الطب النووي نستخدم ثلاث أنواع اللي هو أشعة غاما وأشعة بيتا وأشعة ألفا ألفا تستخدم في العلاج ونحن في دولنا هنا منطقتنا ما نستخدم جسيمات ألفا بمراكز محدودة في العالم تستخدم هذا الشيء اللي أكثر شيء يستخدم له أشعة غاما وأشعة بيتا أشعة بيتا هي يستفاد منها للعلاج وأشعة غاما يستفاد منها للتصوير اليود المشع فيه هذه النوعين من الإشعة فيه يصدر يعني إشعاعات بيتا وإشعاعات غاما فنحن لما نقضي المريض الجرعة المشعة اليود المشع نقدر نصور المريض في ناس الوقت نحن نقدر نعالجه يستخدم لشيئين من ناحية الأمن والسلامة نحن نتبع جميع سبل الأمن والسلامة في التعامل مع المادة المشعة من أول ما نستلمها نحن نستلم المادة هذه من الخارج توصلنا على هيئة حاويات رصاص دي سماكة محددة يعني لأن عشان نقل نفسنا من الإشعاع وكذلك نحمي الآخرين من الإشعاع لابدنا نتبع ثلاث سبل عالميا يعني مصرح فيها ومتفق عليها دوليا اللي هي تستخدم دروع المشعة دروع الرصاصية اللي هي تحجب الإشعاع وتستخدم العامل الزمن أنه نحن لما نحضر المادة المشعة نكون يعني سريعين في تحضيرها فما نعرض نفسنا ولا نعرض الآخرين لجرعات الإشاعية ونستخدم ونستخدم العامل الثالث اللي هو المسافة كل ما زيدنا المسافة بيننا وبين المصدر المشع كل ما قل الإشعاع ففي كل مراحل تحضيرنا وإعدادنا للجرع الإشعاعية ويعطاها المريض نتبع هذه الوسائل جميل فبالتالي طريقة العلاج بالإشعاع هي آمنة إذا نظرنا للعاملين عليها لأنهم يتبعون كل هذه السبل الثلاث كذلك لما نعطيها المريض قبل ما نعطي المريض قبل ما نطلب حتى المادة المشع نعطي تعليمات واضحة مكتوبة للمريض ونشرح لإياها بحيث أن المريض يتبع هذه السبل بحيث أنه يقلل التعرضات الإشعاعية إليه مثلا نطلب منه أنه يشرب سوائل كثيرة بعد ما يأخذ المادة المشع لأن المادة المشع هي كميتها قليلة وإلها فترة نصف عمر فتبقى لزمن محدد يعني في الجسم والجسم كذلك يطردها يتخلص منها عن طريق العرق عن طريق التنفس عن طريق البول يعني يتخلص منها الجسم مع الوقت وهي تنحل مع الوقت وبالتالي يتأدي الغرض العلاجي ومع الوقت الجسم يتخلص منها ففي هالمرحلة المريض يجب أن يتبع تعليمات معينة مثل شرب سوائل كثيرة يترك مسافة بينه بين الآخرين على أساس يق نفسه دكتور أنت ذكرتي المادة المشعة لها نصف عمر خلينا نشرح للمستمعين شي يعني نصف عمر سبحان الله يعني الله خلق المواد المشعة وفي موجودة منها المواد المشعة موجودة في الطبيعة وموجودة كذلك وتصنع فالمواد موجودة بفترة نصف عمر كل مادة لها فترة نصف عمر مثلا نحن نستخدم التكنيزيوم مادة التكنيزيوم للتصوير للتشخيص هذه فترة نصف عمرها ست ساعات فإذا مثلا عطينا ثلاثين ملكيوري مثلا للمريض بعد ست ساعات هاي بتقل النص وبعد السم يطردها فبالتالي بتكون حتى أقل عن النص فبصير مثلا خمسة عشر بعد ست ساعات أخرى بتصير سبع ونصف أو أقل حتى إخذنا البطارب البيولوجي بالنسبة لليوت ثمانتي دكتورة جميلة أنت ساهمت في إنشاء وتطوير اختصاص الطب النووي في دبي منذ عام 1996 هنا أنا أريد أن أخذ فكرة عامة عن الخدمات التي تقدمها هي تتصحها في دبي في مجال الطب النووي والأشعة بشكل عام نحن في الحقيقة بدأ القسم عندنا في مستشفى دبي من بداية الظبانينات قدمنا خدمة الطب النووي كفريق عمل فريق العمل في الطب النووي يحتوي على طباء فنيين صيادلة متخصصين في مجال الأشعة وفيزيائيين طبيين فريق العمل هذا كله يقوم على تقديم خدمة عالية المستوى للمريض من ناحية التصوير ومن ناحية العلاج ومن ناحية إعداد المواد المشعة فالقسم الطب النووي عندنا أول ما بدينا كان يستخدم اللي هو يسمونه البلانر البلانر الجهاز التصوير اللي هو ثابت وما يتحرك مع المرور الوقت والتقدم العلم في هذا الجهاز أصبح يلف على المريض بحيث يعطينا صور مقطعية وقدمنا هذه الخدمة عندنا في حيئة الصحة مع تقدم كذلك صار بدال ما يكون كاميرا وحدة موجودة تكون كاميرتين متقابلات بحيث أن المريض يكون صرير المريض يكون بينهم فتاخذ صور سريعة فقلن وقت التصوير للنصف تقريبا فهذه كلها تطورات التي حتت في مجال الطب النووي موجود عندنا في هيئة الصحة وحاليا كذلك نسعى لاستحداث خدمة البت تسمى البت اللي هو البزترون اللي هي تستخدام مواد مشعة ذات عمر نصفي قليل جدا يقاس بالثواني وبالساعات وهذه كذلك سوف تستحدث حاليا في هيئة الصحة طيب دكتور أنا اللي يتبادر في ذهني الآن هذه المواد المشعة هل يتم استيرادها من الخارج ولا هل هناك بعض المراكز اللي موجودة في الدولة لإنتاج مثل هذه المواد ما أدري يعني شو هي الآلية اللي موجودة في العمل عندكم بالنسبة للعلاج اليود المشعة نحن نستلم المواد المشعة من خارج الدولة نستلمها من هولندا ومنتجونها هناك عن طريق مفاعلات نووية بالنسبة للمواد المشعة الأخرى اللي نستخدمها في التصوير الطبي في الطب النووي مثل مادة التكنيزيوم اللي هي تعتبر المادة الأولى يعني في استخدام هذا التصوير هذه توصلنا كذلك من خارج الدولة عن طريق مولد يسمى مولد النووي يعني نستلمه كل أسبوع ونستخدمها على طول الأسبوع والأسبوع القادم يجينا واحد جديد وهكذا كذلك في عندنا في الدولة توجد مراكز لإنتاج المواد المشعة اللي هي تخدم التصوير اللي هو البوسترون البيت هموغرافي يسمع هذي عندنا أربع مراكز في الدولة اللي عندهم يسمونه بيبي سايكترون اللي هو كأن يعني مفاعل نووي صغير ينتج المواد المشعة وهذه لازم تكون موجودة عندنا في الدولة لأن فترة نصر العمر قصيرة جدا كم يوم ستين لا ساعة مثلا ليستخدم أكثر شيء مثلا ساعة فخلال ساعة يعني ثلاث أربع ساعات المواد تنتهي خلاص يعني لازم يكون مكان قريب جدا من الاستخدام اي تفضل فعدنا أربع مراكز في الدولة تقدم هذه الخدمة طيب أنا بستكمل الحديث وبتطرق حتى في الجزء القادم عن يعني دور دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الموجودة في المشاركة في المشاريع العلمية والخاصة بالإشعاع وأيضا بتطرق للعديد من الأمور التي تخص هذا الموضوع من خلال يعني استعراض بعض النسب اللي موجودة النسب العالمية والأرقام والإحصائيات اللي تتوارد إلى ذهنج في القادم من البرنامج دكتورة لكن قبل ما أطلع فاصل اسمحوا لي مستمعين الكرام أذكركم بسؤال الحلقة اللي حقيقة يعني ما أدري ما في داعي أحد إجابتين لأن كل الإجابات حتى الآن أشوف يعني تقريبا كلها اللي طالعت لي على السيستم صحيحة فما شفت لأول مرة ما في ولا إجابة خاطئة حتى الآن عموما أي عموما على خلينا أقولكم السؤال بعدين أخبركم المخرج شو قال لي من ضمن الخدمات المستحدثة التي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 خدمة مميزة تقدمها إلى فئة ذوي الإعاقة الحركية أم فئة ذوي الإعاقة البصرية أم فئة ذوي التوحد وأنا دائما موعدكم أني أنا بحذف إجابة فبقولكم الخيارات تتركز ما بين فئة ذوي الإعاقة البصرية أم فئة ذوي التوحد يمكنكم رسال الإجابة على رقم 4006 وأيضا المخرج نعيس سبيل كان يطلب أن نرجو من اللي يرسلون الإجابة يحطونا اسمهم الثلاثي مع الرسالة يعني يكتبونا الإجابة وحطونا الاسم الثلاثي على أساس تسهل عملية السحب علينا ونقدر نتواصل معاكم بشكل سريع فاصل ناخذ فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة مستمعين نذكركم بسؤال الحلقة اليوم اللي تقدم هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 السؤال يقول من ضمن الخدمات المستحدة التي تعرضها هيئة الصحة بدبي خدمة مميزة تقدمها إلى فئة ذوي الإعاقة البصرية أم فئة ذوي التوحد يمكنكم رسال إجابة على الرقم 4006 مع ذكر الاسم الثلاثي حسب طلب مخرجنا عموما مستمعين نحن متواصلي مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة جميلة السويدة استشارية تطوير برامج الإشعاع الطبي في إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي وأيضا كنا نتحدث حقيقة عن هذا المجال مجال فيزياء العلاج الإشعاعي وغيرها من المجالات الأخرى وحقيقة يعني هذا هو قسم من أقسام الفيزياء العامة هي الفيزياء الطبية صح دكتورة نعم طيب دكتورة أنت يعني خريجة من جامعة الإمارات حاصلة على شهادة الدكتورة والمجسير من جامعة سيري المريطانية وطبعا في مجال الفيزياء الطبية يعني أنا بغير تكلم دكتورة شوي بعيد عن الموضوع لأن أعتقد أن نحن عطينا المواضيع الطبية شوي حقها في هذا المجال ويمكن خلال سير الحلقة إذا كان عندي وقت بعد برجع لهذا المواضيع لكن هنا أبغي تكلم عن دور دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهيئات الصحية الموجودة في الدولة أو حتى الوزارة في المشاركة في المشاريع العلمية الخاصة بالإشعاع أبغي أعرف شو هي المشاركات اللي نحن موجودة عندنا وكيف هي يعني أدوار دولتنا في هذا المجال الله يسلمك هذا في الحقيقة يعني سؤال جيد يتعلق بدور دولة الإمارات في المشاركات الدولية نحن كدولة الإمارات في القطاع الطبي بجميع المؤسسات الموجودة عندنا في مجال الطبي شاركنا في المشاريع العلمية لعدد من المنظمات الدولية أول وحدة هي منظمة الصحة الدولية شاركنا معهم في بعض البرامج العلمية اللي هي تتعلق بضبط التعرضات الإشعاعية للمرضى ووضع رشادات للأطباء لتحويل الحالات المرضية شاركنا كذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هي مقرها في فيننا بعدد من المشاريع وعلى مستويات مختلفة شاركنا على مستويات دولية في مشاريع دولية فيها عدد من الدول ودولة الإمارات إحدى هاي الدول كذلك شاركنا على مستوى أقليمي سواء على مستوى الدول العربية في آسيا أو على مستوى دول أخرى من قارة آسيا وشاركنا كذلك مع في مشاريع محلية وطنية كل هذه المشاريع هي مشاريع علمية تتعلق باستخدام الأشعاع في مجال الطب للتشخيص بالأشعاع السينية والطب النووي وكذلك للعلاج من أهم المشاريع التي نحن تناولناها هي ضبط التعرضات الأشعاعية للمرضى واخترنا منهم فئة الأطفال لأن الأطفال أكثر حساسية للتأثيرات الأشعاعية فكان لدينا مشروع قائم على قياس التعرضات الأشعاعية للأطفال إذا أعطيك مثال نحن قمنا بهذا المشروع على مستوى عدد من المستوى الشويات في دولة الإمارات للتصوير المقطعي اللي هو CT فقدرنا نجمع التعرضات الأشعاعية هذه في عدد من الفحوصات اللي هو فحوصات الرأس وفحوصات الصدر والبطن والحوض وشفنا عن مدى مستوى التعرض الإشعاعي وقررنا بالمستويات اللي تستخدم في المستويات الأخرى في أوروبا وفي أمريكا وإستراليا ومع الوقت اتبعنا تقنيات لحماية المرضى في تقليل هاي التعرضات الأشعاعية فقدرنا دراسة من 2008 إلى 2011 جمعنا المستويات التعرضات الأشعاعية وتحكمنا في الأمور اللي هي ممكن نقلل فيها الأشعاع فتمكننا من تقليل الأشعاع إلى 50% إذن تم عرض نتائج هذه البحوث في العديد من المؤتمرات الدولية في أوروبا وفي آسيا دكتورة هني أبغي توجه حقيقة بحكم أن هذه الخبرة الطويلة وهذه الخبرات العلمية اللي قدرت يتحصلين هني أبغي أعرف يعني شو تنصحين اللي يفكر يدخل ويدرس الفيزياء ويعني شو المفروض يسويه وكيف يقدر يدخل في مجال الفيزياء الطبية في الحقيقة نحن نحتاج متخصصين في مجال الفيزياء الطبية ليس فقط على مستوى دولة الإمارات ولكن هذا الاحتياج حتى على مستوى العالم هناك نقص شديد في عدد الفيزيائيين الطبيين على مستوى العالم والطلب لوجودهم في المستشفيات طلب قائم ومستمر لأن تقنية التصوير الطبي حاليا تتطور وتصبح بصورة ممكن التحكم فيها بحيث أنك تتقلل الإشاع على المريض بحيث أنك تنتج صور إشاعية ذات جودة عالية فالشخص أو المهني اللي هو متخصص في هذا هو الفيزيائي الطبي يقدر يتحكم فأنا أشجع صراحة يعني عندنا الشباب يدخلون في تخصص الفيزياء تخصص الفيزياء الطبية يأتي في مرحلة الدراسات العليا فبعد ما الواحد يخلص مثلا ريوس في العلوم والهندسة المفروض أن الأفضل أن يتخصص في الفيزياء بعد هذا يتخصص في الفيزياء الطبية ففي الفيزياء الطبية يقدر كذلك بعد هذا التخصص يتوجه لتخصصات الفرعية اللي هو أن يكون فيزياء طبي في مجال الأشعة التشخيصية السينية أو فيزياء طبي في مجال الطب النووي أو فيزياء طبي في مجال العلاج بالأشعة وعدنا في الدولة يعني جميع المستشفيات تحتاجها التخصص بالإضافة إلى أنه عدنا في دولة الإمارات من 2009 لأنشأة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فمن ضمن أملهم هو مراقبة التعرضات الأشعائية في جميع المجالات الطبية وغير الطبية فبالتالي هناك احتياج للفيزياء الطبي في هذا المجال طيب الدكتورة إذا بسأل السؤال اللي أنا بحط نفسي في مكان الراغف بالدراسة طيب وين أدرس الفيزياء الطبية الجامعات اللي موجودة حول العالم يعني معظمها جامعات في خارج الدولة وما عندنا إلا جامعات متعددة قليلة في عربية ممكن نحن نقول عنها طيب ليش ما يكون عندنا تخصص مثل هذا التخصص المهم والاحتياج المهم اللي نحن نحتاجه والمستقبل متوجه إلى هذا التوجه وهذا السؤال لنا حقيقة أرفع إلى الجماعة في الوزارة وزارة التعليم والتعليم العالي وحقيقة هذا التحدي قدامه نحن نتمنى أن يتم استحداث مثل هذا التخصص مثل ما ذكرت الدكتور أن نحن محتاجين هذا التخصص نعم أشكرك لهذا الطرح الرائع اللي هو بالفعل نحن محتاجين له نحن تواصلنا مع عدد من المؤسسات الأكاديمية عندنا في الدولة وعلى مدى السنوات الماضية تمكننا مع جامعة الإمارات في إنشاء التخصص وكان تخصص على مستوى البكالوريوس وخرجنا الحمد لله أعداد خدمة في المستشفيات يعني سواء هيئة الصحة أو وزارة الصحة أو هيئة صحة أبوظبي فكان في عندنا خريجين وشتغلوا في هذا المجال لكن المعايير الدولية مع الوقت تغيرت يعني نحن هذا نتكلم في التسعينات كان الحين المعايير الدولية لازم يكون الشخص يكون حاصل على ماجستير في الفيزياء الطبية فبالتالي نحن نحتاج من المؤسسات الأكاديمية عندنا في الدولة أنها تجد تخصص الفيزياء الطبية على مستوى الماجستير ونحن تواصلنا مع عدد من الجهات وأبدأ ترحيب في هذا فإن شاء الله مع الوقت يكون عندنا هذا التخصص في الدولة نعم إذن دكتورة أنا يعني آخر لقاءاتي دائما مع أي ضيفة صديفة سواء على الهاتف ولا حتى في الستوديو أقول له يمكن احتمال أن نسيت محور ما تطرقت له فأترك لك كلمة أخيرة أو أترك لك كلمة أخيرة تبغي أن توجهينها شكرا على هذا الكلمة اللي أريد أوجهها هي أن نحن كدولة الإمارات أمامنا تحديات كبيرة ونشوف التحديات في مجالات أخرى وأثبتنا وجودنا الحمد لله والشكر يعني على جميع المستويات وفي المجال الطبي أثبتناه فمشاركاتنا الدولية نحتاج أن نحن نوسعها زيادة تاخذ قطاعات شاملة نحن تمكننا الحين في مثلا مجال التشخيص نأمل أنه في مجال العلاج في مجال ضبط الأمراض اللي هي مثلا الأمراض السرطانية في مشاريع كبيرة على مستوى عالمي تتعلق بهذا الموضوع ونحن بادي خطواتنا يمكن الخطوة الأولى أو الثانية حاليا نحن فأأمل أن من هذا المنبر يعني أنه يوصل لمسامع الجميع عندنا في الهيئات الصحية أن نشارك في المشاريع الدولية في هذه التخصصات اللي تحتاجها الدولة طبعا وأيضا مع انطلاق للسراتيجية الجديدة اللي طرحها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزارة حاكم دبي في تنظيم بعض القطاعات الصحية وذكر أن نحن سوف يعني المسمى اللي طرحها لوزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعتقد يعطي مؤشر تام على التوجه إلى مسألة الوقاية وتدخل من ضمنها هذه الجهود اللي انتوا تقومون فيها الدكتورة جميلة السويدي استشارية تطوير برامج الإشعاع الطبي في إدارة التعليم الطبي بهاية الصحة بدبي كان لنا حوار شيق معات شكري لك هذا الحضور ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا يا خير أيضا مستمعين نحن نتوجه الآن إلى موضوع آخر وفي الحقيقة سوف نتوجه إلى معرض إكسبو المعاقين 2016 حيث تقام هناك العيادة الذكية لتستعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة لذوي الإعاقة مرحبا دكتور جمال يوسف استشاري أمراض التخاطب بمستشفى دبي مرحبا دكتور دكتور علي عجالة تعطينا فكرة عن العيادة اليوم وشو الأمور اللي بتنقشونها نعم النهاردة العيادة عن طبعا عن الخدمات اللي بتقدمها هيئة الصحة بدبي لذوي الإعاقة بنياشة طبعا من اختلف التخصصات من أخطباء الأطفال وأخطباء العلاج الطبيعي أخطباء التخاطب والمطق فدي طبعا هنا عندنا بنقدم خدمات الهيئة الصحة بتقدم تأهيل للأطفال والبالغين طبعا عندنا العاقات والعاقة الحركية من النصف ومشاكل العضلات والمشاكل العصبية طبعا عندنا مركز دبي للتأهيل ده مركز نفطر باله حوالي ثلاث سنوات وصحنا متخصص في تأهيل المعاقين من الأطفال ومن الكبار عندنا في مستشفى دبي عندنا قسم علاج الطبيعي وعندنا واحدة أمراض التخاطب في قسم العنف والأزن والحنجرة في مستشفى دبي احنا بنقدم خدماتنا للأطفال طبعا من أكثر الحالات اللي بنشوفها أو بنحاول نادي الله خدماتنا أطفال التوحد المشاكل التوحد طبعا مرض يمكن انتشر عنده كلام كتير للعيام دي هناك خلل في التواصل الاجتماعي عند الطفل وعنده مشاكل في اللغة واللعب والتواصل مع الغير الحاجة التانية للعاقات السمعية احنا عندنا بنتعامل مع العاقات السمعية في مستشفى دبي في قسم العنف والأزن في عندنا برنامج لزراعة القوقعة من جراحة لتأهيل الأطفال بعد زراعة القوقعة طبعا دي كلها مهمة جدا لأن التدخل المباكر في حالة اللي زي دي التفل ممكن يتكلم زي التفل الطبيعي بالنسبة لزراعة القوقعة فبنبقى كده خرجنا من التفل من العاقل الوقاية وليس ان احنا مش بنعالج العاقل ولكن احنا بلمنا عبطف حتى تدخل مباكر في مشاكل التوحد مشاكل تأخره زغف الأطفال كل ده برضو بيؤدي إلى التدخل مباكر بيخلي الطفل الممكن يقدر يخده يدخل نورمال سريم سكول هي مدرسة طبيعية بحيث ان احنا نمنعهم ان يدخل العاقل عندنا الكبار برضو وعندهم أنواع ان شاء الله نتيجة الحوادث نتيجة جلطات الدماغية يتأثر عندهم الحركة وعندهم مشكلة في الكلام نتيجة الجلطات يتأثر على مركز الكلام في المخ فبعض المرضى بيفقدوا القدرة على الكلام والعصاب الكلام بتكون متأثرها فنجل المرض العيجة والحبسة الكلامية ونعمل لهم هذي الجلسات عبارة عن تدريبات لهؤلاء المرضى ودي احنا هنا بنناقش الموضوع وبعض بيجينا تفسيرات من بعض المرضى والاهالي على ايه الخدمات اللي بنقدر نقدمها وعلى تعريف يعني الامراض المنتشرة التوحد الضعف السمعي والوقاية من الامراض وزي اقل طفلي ان هو يجيبوش تأخر فكري المشاكل اللي ممكن تحصل الكلام دا كله بنناقش الموضوع دا من كافة المجالات وكافة التخصصات ونحن البرنامج موضوع على تويتر وعلى انستجرام اه على الدي ات اي ات دبي شكرا دكتور جمال يوسف السشاري امراض التخاطب بمستشفى دبي ومثل ما ذكر الدكتور اللي حاب يكمل العيادة مع يبغي تعرف اكتر على المواضيع اللي تطرح في العيادة يمكنكم التواصل على البرامج او قنوات التواصل الاجتماع لهيئة الصحبة دبي على دي ات اي اندرسكور دبي سواء في تويتر او عبر الوسم العيادة الذكية او سمارت كلينك ايضا من خلال الانستجرام ستكون هناك ومضات لهذه العيادة واللي يبغي تابعه بالصوت والصورة ممكن من خلال برنامج البريسكو ممكن يتعرف على كل تفاصيل هذه العيادة سحبتوا على الفائزة جماعة ولا بعدكم الآن يعني نجري السحب كان سؤال الحلقة اليوم من ضمن الخدمات المستحدة التي تعرضها هيئة الصحبة دبي في معرض اكسبو ذوي الاعاقة 2016 خدمة مميزة تقدمها الى الاجابة هي ذوي الاعاقة البصرية وللامانة يعني كانت معظم الاجابات انا ما شفت ولا اجابة خاطئة من خلال المسجات الموجودة شاكرين لكم نحن لا فيه فيه والله اجابات خاطئة الحين توها طلعت عموما الفائز معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحبة دبي على هامش مشاركتها في معرض اكسبو ذوي الاعاقة 2016 محمد مرة ثانية محمد محمد احمد محمد انا لاحظت يا جماعة ان الكمبيوتر ما يختار الا ريائيل عندكم عموما الف مبروك للفائز محمد احمد محمد بيتواصلون معاك الجماعة في الكنترول الف مبروك الف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي وايضا كذلك نبارك للي فازوا معانا على مدى اليومين الماضيين كذلك في هذه المسابقة اللي تطرح هيئة الصحة بدبي ضمن برنامج صحة وسعادة في ختام حلقتنا حقيقة لا املك الا ان نتوجه بالشكر الجزيل لفريق الاعداد بقسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال المؤسسي على اعدادهم لهذا البرنامج وايضا الشكر موصول لمخرجنا عيسى سبيل لمخرج حلقة اليوم وكل الشكر لكم انتم مستمعين على تواصلكم على مشاركاتكم من خلال هذا البرنامج وايضا ندعوكم كذلك اللي عنده اي اقتراحات اي ملاحظات اي شغلة ممكن انه تساهم في تطوير العمل في القطاع الصحي في امارة الدبي انه لا يتردد انه يتصل فينا على البرنامج او انه يرسل لنا عبر الرسالة النصية بملاحظاته وصلنا لختام هذه الحلقة نلقاكم ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم فحتى ذلك الوقت قبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وفي الختام نقولكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي